موسيقى يهلا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين نحييكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم هواياتي عودناكم في هذا البرنامج دائما نستقطب من جميع المبدئين في ديرتنا لكويت الحبيبة سواء على جانب الفني، جانب الثقافي، جانب الأدبي، جانب الموسيقي الجوانب كلها في برنامجنا وبرنامج حواياتي كل الضيوف كلهم متميزين وكلهم يقدمون شيء جدا مميز طبعا بنسمعوا إياكم في بداية الحلقة أنا من الأستاذ العزيز أحمد محمد في آلة عزفة وعلى آلة القانون ورح نرجع نصول بويا أكثر وأكثر بإمكانها ترجمة نانسي قنقر رجعنا معكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا وبرنامجكم هواياتي وضيفنا الأستاذ أحمد بوحمد عزف آلة القانون قوك الله تسلم إيدك على هذه الأنام الجميلة والتي وديتنا حق إسطنبول والأجواء التركية والأمانة الموسيقى التركية اليوم موسيقى حديثة والكل أو أكثر الموسيقيين قاعد يتابعون هذا الأمر وحتى عزفين العود والكمان والكلارنيت وتعرف ما شاء الله في النجوم في تركيا كيف حبك للموسيقى؟ كيف دخلت في هذا الأجواء؟ وهل درست أو لا درست؟ من البداية أنا من أسرة موسيقية تعزف أساساً تقدر تقول موهبة كانت فيني من المال الصغير لكن كنت أمارسها من طريق آلة العود ولم دخلت في موضوع آلة القانون ولا سكة لموسيقى التركية كبرت على حب آلة القانون تنمت معي لين ما تخرجت من الثانوية ودخلت المعهد العالي في الموسيقية الأكاديمية وكملت دراستي فيها كعازف آلة القانون بعيد عن العود أو كتخصص موسيقى عربية بشكل عام اسمها وهو تفرر حق ثلاث آلات بالتخصصات ثلاث آلات عربية عندك العود والناي والقانون فأنا كملت على آلة القانون وخلت فيها شيئات الكرياس لأنها خليق لي الأوانات اليوم في الكويت يشحي على موضوع آلة القانون لكن من هو درست قانون؟ الله يذكره بالخير ومسي عليه بالخير من لقائنا الدكتور بسامر بلوشي نوجه له تحية طبعا ما قصر معي طول الخمسة سنين كانت تحملني بكل شيء ما قصر معي الأمانة تستاهل إذا هذا أنام لك وهذا عزفك تستاهل كل خير ونوجه تحية الدكتور بسامر بلوشي رئيس قسم في المحد عالي الثانون الموسيقية عس الله قوي يا رب ونبي مخرجات أكثر وأكثر نبي مبدعين مثل بحامد نبي الكويت كلها تعزف قانون الأمانة الآلة القانونية الأساسية وهذا شيء يسعدنا ويسعد كل محبي للموسيقى صح أعرف منك يمكننا اليوم أكيد من بعد بسام أكيد تأثرت في موسيقى عالمي صح من الموسيقى العالمي اللي يحبه بأحبه أنا من أكثر العازفين اللي أنا استهوي أن أسمع موسيقتهم أو أن يحب موسيقتهم وتأليفهم وعزفهم هو عازف تركي اسمه جوكس الباكتغير ملك تركيا طبعا هذا من أجمل العازفين هو غيرنا عازف وهو أيضا مؤلف موسيقي طبعا مؤلف موزع كمان عبقري خياله أوسع من أي خيال ثاني عبقري عبقري مميز الأتراك يتكلمون عنه تخيل في ثقافته وفي إبداعه وفي تمييزه شفت لما يقول لك فعلا تمييز أساس الفن والإبداع طبعا صح من هذا الإنسان مميز جدا هو الذي دخلني بسكة تركية أكثر صح والآفية الأمانة أنا قابلته في مجلس الواطن ثقافة من الأداب أحد المهرجانات الموسيقية كان في إبداع الأمانة وقف المسرح على ريلا واحدة طبعا صح وكانت مشاركة مع ايتاتش وكان حمدي فنان مطلب تركي يقني معه كانت أجواء تركية اسطنبولية صحيح أعرف منك أكيد هناك تحديات تعبت أحمد بوحيم لكي يوصل للمستوى هذا أرى أن هناك تحديات الحمد لله لكن الآن خفت الضغوط لأن الموضوع سابقا كان دراسة وشغل خارج الدراسة وسفرات فنية وحفلات موسيقية كان الموضوع ضغط بشكل مطبيعي الحمد لله قبل دراسة خذينا الشهادة صارت الأمر قليلا أهدى نعم ولكن هناك طموح لجدام أكثر جميل دائما كل فنان وكل عازف وكل مبدع دائما يحاول أن يقدم أكثر وأجمل صحيح اليوم أحمد بوحيم دوين يفكر لا تفكر مثلا أن تأخذ غانونك وتروح أيتتش في تركيا مثلا أو تروح العازفين الكبار تتعلم منهم وتأخذ دورات عندهم أكيد طبعا هناك فكرة لكن حاليا نتظر الظروف العمل في الكويت صح لا تسمح أن أذهب لكن إن شاء الله الخطة القادمة أنا أذكر أن يوم من الأيام كان الدكتور بجراح الحدارين وجهة تحية من خلال البرنامج دكتور بسان بلوشة أيضا رحوا تركيا وقوموا دورات هناك عبد العزيز الهبادة الله يعطي الصحة والعافية مبدعين أهل الكويت دائما كويت ولادة فيها موسيقيين ما شاء الله يعني كثر طيب اليوم أحمد محمد مشاركاته أكيد شاركت في دار الأوبرا صح شاركت في مجلس الوطن ثقافة الأداب شاركت في دار الأثار الإسلامية شاركت في عدة أماكن موسيقية ومهتمين في الموسيقى والغنى شنو تعني لك هذه المشاركات و شنو استفت منها شوف أول شيء بالبداية طبعا المشاركات هذه أنا أصنفها ضمن أن أرفع اسم ديرتي أكيد ما تعني لي شخصيا يعني تعني حق ديرتي و تعني حق الفناني الكوتيم بشكل عام هي كانت مشاركات صراحة جدا جميلة لأنها كانت لها كريات حلوة يعني وقتها ونوع الفن الذي كنا نقدمه ونوع الحفلات الموسيقية والأجواء كانت جدا جميلة يعني هذه مشاركات تعتبر شيء كبير بحياتي طبعا طبعا هي اللي بعد جدان سيكون فيها أكثر جميل قبل أن أذهب الفاصل ونسمع أناملك الذهبية يعني ما أنا حبيت الموسيقى التركية لا تقول إيمان بسام بلوشي لا لا هو مننا أكيد هو أكيد أثان عليه بس هي موسيقى التركية فيها إحساس وفيها تكنيك بالعزف يعني غير عن كل موسيقات العربة فتشد العازف المجتمع وإحنا إن شاء الله رح يكون فاصلنا غير في برنامج هواياتي ورح نسمع أناملك الذهبية ويستمتع فيها كل الزمل اللي متواجدين في الحلقة والمشاهدين اللي قاعد يشوفونا في برنامج هواياتي نروح بهذا الفاصل ونسمع الأناملك الذهبية من الأستاذ أحمد وحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله، ابشري يا عيني يا بولة خبر سلام يا أم حامد الله أعطيك الصحة والعافية شنو هالأنامض الذهبية شنو هالشخلات الحلوة حتى لما دقيت كويتي دقيت شي تراثي دل على أصالة الكويت و أصالة كيس الله يحفظك إن شاء الله يعني يقولون آلة القانون آلة صعبة و أنا أسمع أن آلات الوترية آلة الكمان أصعب من القانون صحيح طيب اللي حاب يتعلم اليوم آلة القانون و يعزف على آلة القانون شنو يحتاج غير طبعا الموهبة نرى موضوع صعوبة الآلة و ليس صعوبة الآلة بحد ذاتها صعوبة توفير الآلة توفير الآلة لأننا تتكلم بالكويت أو الخليج لا يوجد لدينا لا ورشة تصلح أو تصنع فإذا توفرها من تركيا أو من مصر على حسب نوع القانون التي تشتري إن كان شرغي أو تركيا يبيلها طبعا ظروف أنك تسافر تدور لك صانع زين تبحث عنه خشب معين أو إذا تطلب عادي يصلك فيه كسر في شي ناقص فموضوع التوفير الآلة صعب جدا بالكويت أو الخليج فهذا اللي صعبها أما من ناحية العزف الآلة هي صعبة لكن أكاديميا إذا تدرسها أكاديميا فيها وائد تكنيكات صعبة و معقدة جدا لكن إذا بشكل عام كهواية أنا مثلا مبارسها بيني وبين نفسي فيها سهولة شوية يمكن اليوم النوات سهلت الأمور خاصة الأكاديميين اللي يدرسوا النوات وهذا يقدر يعزف أي غنية إذا كان يقرأ النوات طبعا بالنسبة للمشاركات اليوم الأمانة يعني نشوف المسرح في عشرين كمان جاتي صح ولكن آلة القانون واحدة صح شمس سبب قيادة هذا آلة القانون أشوف آلة القانون والعود والناي هم يعتبرون من الآلات اللي سموها التخت الشرغي تخت الشرغي تكون آلة انفرادية بالفرقة ليس متكررة أما الكمان جاتي والوتريات الغربية لا تكون متكررة لأنها أسلوبها كل خط كمان جاتي من العشرين كل خمسة يقولون أو يعزفون شيء معين حلو كل خمسة تكون آلات تسمونها آلات التي تكرروا أوكسترالية أما القانون والعود والناي مثل ما ذكرنا آلات التخت الشرغي تكون انفرادية ولكن سيد الآلات الشرقية الأمانة والمتخت الشرغي طبعا طبعا لكي تختارها طبعا نبين عليك حتى تعتبر بعد أعلى صوت المساحة الصوتية بينهم أعلى صوت صحيح اليوم يفرق بين الأكتافات الغانون المصري أو الشرقي والغانون التركي أعتقد أن الأكتافات حدلت صح هنا أربعة وربعين هنا سبعة وسبعين أو شيء هو التركي 78 والشرقي 99 تسعة و تسعين تقريبا زايد يعني أكتاف و نص سلم و نص لكي نشرح للمشاهدين كيمة أكتاف لا تسلم سبع نغمات سبع نغمات التي هي من الدولة الدولة من الدولة التركي عبارة عن ثلاثة و نص و الشرقي و الشرقي أكيد في بداياتك عزف على قانون الشرقي صح ما الفرق بين الشرقي و التركي؟ الشرقي حجم الآلة أكبر فنوعا ما بالشرق والحط ليس سهل حتى موضوع الخشب و الدوزان متعب لأن نوعية الخشب يستخدمانها في صناعة القانون الشرقي ليس في جودة التركي فموضوع الدوزان متعب لأن دوزان ينزل في البرد و يصعد في الحر زائد أن موضوع بتوفير الأوتار حتى الأوتار قليلا هممد حتى صعبة التركي كحجميا أسهل و حق السفر أريح شيلته و هذا و حتى موضوع الدوزان يثبت أكثر لأن نوع الخشب و نوع المفاتيح الخشبية فيها كوريتي أقوى ولكن مع الوقت كل شيء تغير حتى بعد قانون الشرقي قام جاري التركي ولكنه بالنهاية كأذواق كأذواق بساملوشي محاب التركي و أيوب خضر و نعم و نعم و نعم و نعم و نعم و نعم على قولتك إذا كان لا يوجد موضوع التصليح و صعوبة في التصليح و الآلة قانون بالذات و نعم لذكرتني بمشاري هيثم القريب و صانع آلة القمان و آلة العود و ماشاء الله مهتم جدا في تصليح بالذات آلة القانون لأنه هو الوحيد اليوم في الكويت ماشاء الله مهتم جدا في هذا الأمر الغانون اليوم لو نعمل برنامج برنامج بحيمد ترى ما صدق تكلم قول لو نعمل برنامج برنامج أحمد بحيمد نبي الروح هي أحمد أبو حامد حق دول مهتمة في آلات القانون مهتمة في هذا أين الروح؟ غير مصر و المغرب مثلاً صعب السؤال؟ لا، هو مو صعب هو كل دولة يعني مثلاً متميزة بآلة معينة صح القانون بشكل عام هو بس دورتين مصر و تركيا هم المميزين فيها أكثر شيء بالخليج يوجد اهتمام لها لكن كما ذكرنا هو موضوع توفير الآلة و موضوع سوق الآلة قليلاً أضعف من بعض الآلات مثلاً مثلاً دعنا نتكلم بالكويت موضوع آلة العود منتشر بشكل مرعب أكبر دليل عندنا حتى في فريجنا نحن أربع بيوت يجبون عود فقط بشارة واحد ماشاء الله فهو منتشر بشكل مرعب آلة العود لكي تريد سوقها بالكويت و خليتها أضعف من بره صح لا يوجد هاوين حقها كثير بره أردت أنا أرى أن مصر و تركيا هم الأمر المتمي أن تذهب لهم طبعاً أكيد الله يعطيك الصحة والعافية والقويك و إن شاء الله إن شاء الله أن الله يكتب لنا سوي هذا البرنامج و ننتقل معك من دولة لدولة و نسمع ثقافتهم و بداعهم و تمييزهم و اليوم شنو بوحمد راح يتعلم منهم و شنو هم راح يتعلمون من الأستاذ أحمد بوحمد شكراً على وجودكنا عننا الله سلمك و أعطيك الصحة والعافية و شكراً على أناملك الدهبية اللي سمعنا في هذه المبطوعات شيء كويتي و شيء تركي كل ما خيراً ما أريد أن أختمه؟ أشكركم على اللقاء الجميل و إن شاء الله استفدتم مننا و إن شاء الله طلبتم مننا أكيد مستفيدين و منطربين و مستمتعين و كل الزملاء مستمتعين إن شاء الله في هذه المعزوبات اللي عزفتها مشكراً على وجودك طبعاً أمرك شرفني تواجدي معكم السلمك يا رب كل شكر لضيفنا العزيزة السادة أحمد بوحمد أعزف آلة القانون و شكر موصول لكم و لكل موسيقي يتابعنا في برنامج حواياتي و نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج حواياتي مع السلام بمعجمع 2 1 2 3 1 2 3 4 6